يعني يا سلمة دائماً يعني عنا هيك الشي مميز بصباحنا كيف إذا كان الموضوع طبي بحث فرح نروح لثقارتنا لليوم يا سلمة معك أكيد سالي رح نحكي اليوم عن مرض هو مرض مثل ما بيقوله العصر وهو صديق الإنسان وبيضل معه إذا نصاب كل العمر هو مرض السكري كثير من الناس ممكن تتعرض لبعض الأمراض ويصير مع اختلاطات ولكن مرض السكري هو المرض الصامت بهاجم الجسم بهاجم الخلايا النبيلة بقلب الجسم لهيك التعامل معه لازم يكون بكتير حكمة وبكتير طبعاً اتزان شو هي أنواع مرض السكري كيف ممكن يتم علاجه أهم النصائح لمرض السكري نظام الغذائي والنظام الحياتي اللي هو أساسي لحتى الإنسان يقدر يتعايش مع مرض السكري هاي المعلومات وغيرها رح تطلعنا عليها اليوم بالتفصيل الدكتورة سوسان خليل اختصاصية غضط صم وسكر يسعد صباحك دكتورة وأهلا وسهلا فيكي صباح الخير صباح الخير يسعد صباحك الحلوة دكتورة يعني مبارح تحديداً في دراسات هيك عم تحكي عن السكر عم مخاطر السكر أمساً قديش هالسكر هيك عم جد هو خطير ونفس الوقت هو محبوب يعني مثل ما بيقولوا أنه كل ممنوع مرغوب أو كل شيء أمساً مرض السكري الموت مرض السكري طيب هلا بشكل عام شو هو مرض السكري مرض السكري هو ارتفاع السكر بالدم طبعاً الأكل لما ناكله بيتفكك وآخر شي بيصير غلوكوز هو السكر هذا الغلوكوز إذا ارتفع عن حد معين بالدم هو بنسميه مرض السكري ليش بيرتفاع؟ هو بالعادة في الإنسولين يلي بنفرز هرمون الإنسولين بنفرز من البنكرياس هو المسؤول عن إزالة هالسكر لغلوكوز من الدم وإدخاله للخلايا أي خلل يحصل على هذا الناقل يلي هو الإنسولين أو هو بنسميه اللي بياخده وبيفوته على الخلايا ممكن أنه يحصل مرض السكري بشكل بسيط إذا ما عاد عنا بجسم الإنسان إنسولين أبداً يعني تخرب كامل للبنكرياس هذا بنسميه بقى السكري النمط الأول يلي بيكون متخربة للبنكرياس بسبب مناعي أو التهابي أو أي شيء تاني فيروس أو شيء بينما إذا كان فيه إفراز للإنسولين طبيعي أو فوق الطبيعي ولكن هالإنسولين ما عم يشتغل صح يعني فيه مقاومة على مستوى الخلايا هون دخلنا بشيء اسمه مقاومة الإنسولين أو النمط التاني من السكري طبعاً فيه أنماط أخرى وراسية وأنماط السكري الحملية اللي بتجي تحت بند السكري التاني وإلى آخرية ولكن هاي باختصار طيب دكتورة خلينا نعرف كيف الأشخاص بتبلش تتميز يعني يمكن العوام بالشكل العام بيقولوا أنه صار يشرب مي كتير ويدخل على الحمام كتير أنه هدول المؤشرات الأساسية هل في مؤشرات تانية اختبارات معينة لازم الإنسان يعملها وشو التوقيت لهالاختبارات هلأ نحنا السكري بالدم المفروض ما يرتفع عن حد معين مية وثمانين مجرد ما ارتفع عن مية وثمانين هاي اسمها العتبة الكلوية وقته رح ينطرح عن طريق البول ورح ياخد معه الماي رح يصير تجفى في أول عرض بيحس فيه المريض أنه عم يروح الحمام بسبب أنه عم ينطرح الكلوكوز بالبول وعم يروح معه الماي فإذا رح يروحها كتير على الحمام هاي أول عرض هو البوال تاني عرض بيتجفى في المريض بيحس أنه بده ماي بيصير بيعطاش كتير هاي اللي ناس كلها بتعرفها أنه هذا ولكن هالأعراض بتحصل فجائية عند المرض النمط الأول النمط الأول عند الشباب لما تخرب البنكرياس بسبب ما وقتها فجأة بتلاقي يصير يروح الحمام كتير طبعا طرح الكلوكوز رح ينقص له وزنه يشرب كتير وبيفوت بحماد وبيفوت بمشاكل كبيرة أما النمط الثاني بنسميه الصامت أو المراوغ ليه؟ لأنه ما وصل على عتب الكلوية يعني ارتفع للـ 126 لارتفع للـ 130 نحن الحد 126 الكتوف بوينت هي الحد الفاصل بين الطبيعي هو المية المية للـ 126 بنسميه ما قبل السكري فوق المية وستوى عشرين هذا السكري لما يكون 130 ولو 140 هذا مرح يعمل لنا بوال يعني ما رح يروح الحمام لأنه ما تتجاوز العتب الكلوية فإذا رح يظلوا صامت من هنا واجب علينا أن نثقف كل العالم أنه فوق عمر الـ 35 لازم يعملوا سكريم تست سنويا على الأقل فحص سكر صايم كل سنة ما رح يكلف كتير سكر صايم ما بدنا أكتر منه يعني في أجهزة منزلية ممكن حتى لو شو ممكن يعني هو الأجهزة المنزلية رح تفرق من الشعرية للأوردة رح تفرق شي بسيط يعني 10 ميلي جرام ولكن تعطي فكرة لما أخذ بالجهاز المنزلية طلع فوق المية بروح نحلل بالمخبر أوكي بس كتير ضروري نحن عملنا حملات طبعا برة وهون أنه سنويا نعمل حملات بمناسبة يوم السكري العالمي مشان نعمل سكرين تست لكل العالم ونكتشف السكر مبكرا دكتورة فوق المية يعني المية وخمسة بيكون لازم فحص لازم نكمل البحث يعني فوق هو الكتوف بوينت مية حتى لو مية وخمسة بنروح بنعمل وقته خضاب السكري السكر بعد ساعتين طبعا تحليل واحد لا يكفي إذا طلع للميتين وعشرين هون أماما خلص ميتين وعشرين فوق المية وستة وعشرين هذا سكري صريح ولكن مثل ما عم قل لك لا يكفي تحليل واحد دائما بنقول بنحط احتمال خطأ مخبري بنعيد التحليل مرة ثانية أو بنعمل شيء اسم خضاب السكري أو مخزون السكر هذا لازم يكون خمسة فاصلة سبعة تحت الخمسة فاصلة سبعة الطبيعي خمسة فاصلة سبعة للستة فاصلة أربعة ما قبل السكري فوق الستة ونص هذا سكري طيب دكتورة كيف بنعرف أنه في بعض الأشخاص بيقولوا وزعل فجأة صار معه سكري مزبوط هذا الحكي ممكن إنسان يزعل يصير معه سكري هلنا كثير بيحبوا هاي اسمها الإسقاطات يعني البني آدم نفسيا بيحب أنه يسقط شي على شي طبعا هذا الرعبة هي عبارة عن ستريس الستريس بتزيد إفراز هرمون الأدرينالين والكورتزون هدول الهرمونات معاكسة لهرمون الإنسولين فإذا هي بتستحدى السكر بيطلع السكر ولكن الشخص اللي ما عنده استعداد سكري ما رح يصير عنده سكر أمتى بيصير السكر إذا عنده استعداد سكري بس ومعرفة في مرحلة ما قبل السكري فإذا هي الرعبة تسرع أزهار السكري وكشفه وليست هي سبب للسكري وليس زعلي بس بشكل عام ما بدنا حدا يزعلي إن شاء الله إن شاء الله يا رمو تماما يعني دكتورة يمكن نحنا فتنا بتفاصيل جدا مهمة حكينا عن الأنماط السكرية بشكل مختصر مبسط مبسط حكينا أنه عن قياس السكر عن التست اللي يجب يعمله الإنسان وأيضا كمان هلأ لازم نحكي عن مرضى السكرية اللي أحيانا بيهملوا حمياتهم الغذائية وبيعتمدوا على الحبوب والأنس ودين فخلينا نحكي عن هذور الأشخاص أنا بقول للمريد أهم الشيء أهم من كل الأدوية وكل الحبوب هو الحمية الحمية هي مانا حمية مؤقتة يعني كله بيسألوا إنه مثلا رح نعمل شهر وبس يزبط بنتركها لا هاي اسمها Life Style Modification تغيير نمط حياة أنت كنت متعود إنه تحط سكر بالشاي متعود تاكل حلويات هاي بدك تبطر العادة الحمية السكرية كمان بشكل عام تعتمد على نشويات ستين خمسين لستين بالمئة يعني أنا لما يجيني مريض بسأله ولا مريضة بسأله أنه أنت عامل حمية سكري من عشر طبعا أنا ما بقول رز ما لا علاقة الرز طبعا لازم يأكلوا نشويات الحمية تختلف من شخص لآخر يعني أنا لما لاقي مريض Type 2 نمطاني وعنده وزن زائد بتعطيه حمية كتير قليلة النشويات يعني النشويات دا تكون كتير قليلة مثلا خبزة نخالة السبح خبزة نخالة المصر بظهر يفضل ما يأخذ نشويات بينما إذا كان وزنه معتدل مثالي أو نحيف بنعطيه حمية غير إذا كان عم يتحرك كتير مثلا عامل بناء والعامل بشكل عام له حمية أكتر بنعطيه أكتر من 2500 كالوري بالنسبة على الوزن بينما إذا كان قاعد بمكتبه ولا قاعد ببيته بلا شغل هذا بدنا نخفف له الحمية يعني الحمية تختلف بشكل عام من شخص لآخر ولكن المبادئ هي وحدة أنه ما ناكل سكر بسيط سكاكر بسيطة مثل السكر المائدة أو الحلويات بينما في نشويات عنا النشويات بتعتمد على الحبوب الكاملة مثلا الخبز الأسمر ومو الأبيض صبحوا مساء وبناخد مثلا الظهر شوية تبرغوا الأورز مع طبخة البيت طبخة البيت اللي تبعنا هي أحسن طبخة مثلا أحسن حمية بيسموها حمية البحر الأبيض المتوسط أنه منحط خضار ومنحط لحم قليل أو جاج قليل أو سمك طبعا وبنحط معه مثلا الفتوش اللي فيه خل اللي فيه زيت زيتون هذا كله مفيد هذا حمية البحر الأبيض المتوسط فيه شغلة تانية بيقولوها بيعتمدوها بعد الحميات هي المشعر السكري المشعر السكري هو بالنسبة للكاربوهايدريت أو النشويات إذا أخذنا الكاربوهايدريت بعد ساعتين درسوا قدي ممكن ترفع السكري وفيه ناس بيعتمدوها أنه مثلا البطاطا بترفع كتير مثلا الخضر ما بترفع كتير فإذا الخضر أحسن نحن بشكل عام مثل ما قلت لك هاي المبادئ والإكسار من الماء كثيرا وبيختلف بقى إذا مريض عنده قصور كلاوي بنخفف له بروتين إذا مريض عنده قصور قلب ولا مشاكل بنخفف له الملح إلى آخره طيب كمان دكتورة يعني خلال الفترة هاي اللي عن المرفية أحيانا كتير بنسمع أنه مثلا في ناس بيكون عنده أنسولين فقط في ناس بيكون مع أنسولين مع حب اللي هو تنظيم مع اختلاف الماركات ولكن هو يعني نفس المفعول بيقول لك والله أنا اليوم أكلت زيادة رح زود حبة أنا مثلا دكتورك أعطب لي حبة على الغضاء رح أخذ حبة على الغضاء وحبة على العشاء أو أنا مثلا جرعة الأنسولين تبعي 30 واحدة رح حط 32 لأنه العشاء اليوم متسم فبهذا التلاعب أنا كيف بقدر أعرف أنه هيك صح أو غلط وهذا الشي ممكن يأثر لبعدين جرعة الأنسولين كل أديش بتنقص يعني أنا كل أدي بغير جرعة الأنسولين كل أدي بغير جرعة الحب هدول التفاصيل اللي الناس مع الوقت ما يصلي شي حبة اليوم زيادة ما رح تعمل شي هريسة طيبة الكنافة طيبة ايه تمام أو اليوم بروستت بدنا ناكل فبنزوت حبتين هلا نحنا بنوصل لنقطة أنه هاي معقوبة يعني أنا مع معاقب المريض بقول له أنه نحرمان ممكن يهرب له إذا كتير يشتهأ قطعه بس هذا قيمتا بيصير وقد سنضبطه ضبط جيد بينما مريض عنده 300 سكرية لا ايه مكافأ عن جن ولكن مريض عنده 300 طبعا قطعا ممنوع هاي شغلة الشغلة الثانية أنا نسيت أولى أهم شي بالسكر هو النظام والانضباط أنه ناخد ثلاث وجبات للمريض السكري الثاني بنضيف عليها سناكين لمريض السكر الأول أو ثلاث سناكات هي وجبات خفيفة وخاصة قبل النوم منشان ما ينخفض السكر وجبة اليوم الساعة سبعة لفطور بكرة الساعة سبعة وجبة اليوم رغيف نخالي بكرة رغيف نخالي هالتلاعب أنه يزود اليوم ويزود بكرة وينعزم اليوم هذا بيعمل مشاكل أكبر ارتفاع وانخفاض هذا بيأثر أكثر على الأوعية وبيعمل اختلاطات أكثر بالنسبة لوضع الإنسلين أنه ناكل زيادة نزود هون مختلف بس هاي بدي تعليم للمريض نحن بنعلم المرضى برك أن نعلم المرضى أنه الأطفال خصوصا وفيهم تعلموا مسقفين ووعيين الشباب يعني تعلموا تماما أنه اسمها الكارب كاونتينج أو عدد الكاربوهايدريت المأخودة مثلا أخذ توستاية هي 15 جرام كاربوهايدريت بيزيد عليها وحدة إنسلين بيحسب قديش الكارب كاونتينج بيزود هاي طبيعي ولكن أنه يزودوا عكيفون لا بالنسبة لا السؤال الثاني إمتى بيزود وإمتى بيحلل فيه عنا قانون عالمي هو 3-3 يعني كله 3 أيام بنرفع 3 وحدة لا يزبط بنرجع بنستنى 3 أيام بنقيس قبل وبعد إذا كان مو ظابط بنرفع 3 وحدة طبعا فيه إلى كتير آليات لأنه كل الإنسلين بيشتغل في الإنسلين متوسط الوقت والسريع الوقت والمديد الوقت كله هذا دراسات تختلاف نحن بنعلمها للمريض نعم دكتور رسوسان يمكن هدول التفاصيل عن جد جدا مهمة يعني بالنهاية مجوعوا لجسم الإنسان ولا صحته يمكن أحيانا يضايق مريض السكري من التعليمات كونه بيحب الأكل وكلنا من حب الأكل كلنا ضعاف أمام الحلويات أي صح بس والله بيتعاون يعني أنا معي كتير بيتعاون يمكن طريقة يمكن أعطائك للموضوع هيك بطريقة سلسلة مو أنه حرمان لا ما فيه لا 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 ما فيه حرمان خلينا نحكي عن الفواكه أيضا الفواكه هي ما نعمل متاحة لمريض السكري بيشكل خلينا نقول مطلق يعني فيه كمان عنب التين البطيخ الأصفر كمان فيه سكريات هذول تبعا اللي بيتحللوا بالدم خلينا نحكي عن هذا الموضوع تبع الفواكه هلا المريض السكري بيطلع له حسة لحستين فواكه بس مو مع الوجبة بياخده سناكات هلا الفواكه اللي برجع لك الجليسيبك إندكس أو مش عر السكري إذا أجينا عليه مثلا تفاح ولا هذا مش عر السكري يتبعوا خمس طعف شفي أخد تفاحة مو كبيرة كتير هيك وصف في أخد نجاصة بينما البطيخ مش عر السكري كتير عالي لهيك بيقولولي أكلنا بطيخ طلع سكرنا ثلاثمية طبعا إذا اشتهيته كتير أطعت بطيخة أطعت بطيخة ما شي محروم من الفواكه يعني ما فيه حرمان بس ولكن مثلا إذا أجعبه لو بيأكل تيناية بيأكل خصلة عنب هنم بيحطوا سحن وبيأكلوه طبعا لأنه موسم بيشتهوه بينما إذا أخدوا واحدة ولتنتين مرح يأثر عليه طيب كمان دكتورة نحن هلأ بزمن الجائحة كورونا وكتير دراسات طلعت من السنة الماضية واللي قبلها وحتى اليوم عن تأثير كورونا على مرضى السكري مثل ما السكري بيهاجم كتير أشياء بالجسم ومثل ما لنا الأجهزة النبيلة كمان كورونا بيهاجم كتير أشياء بالجسم بصير تضارب مع السكري بصير وهيك ند لند بقلب جسم الإنسان خلينا نحكي عن كورونا والسكري وأدي مر معاك حالات ومن خلال متابعاتك أيضا طبعا الكورونا والسكري المريض السكري يصاب بنفس نسبة المريض غير السكري ولكن إذا أصيب للأسف بتصير عنده اختلاطات أكثر لأنه السكري بيضع في المناعة وبتصير الإصابة أشاد هلأ نحنا طبعا بنعطي من البروتوكولات اللي بنعطيها هي الكورتزون ديكسامتازون والابريدنيزولون هو بيرفع السكري بيرفع السكري لأنه هو هرمون معاكس للأنسولين هذا علاجه غالبا بيكون بالأنسولين شفنا حالات كتير بالمنازل وبالمشافي إلى آخره هاي الحالات كان عنده سكري وعطيناها إنسولين وتحسنت والحمد لله شفيت من أعمارهم 80 سنة ما في شي بخوف إذا أخذنا العلاج صح وإذا تابعنا الحمية الصح والتزمنا ما في شي بخوف وبيطيب هلأ الدراسات الجديدة سلمة اللي تفاجئ أنه دلتا المتحور دلتا عم يعمل سكري أنه لقوا أنه بعد الإصابة بفيروس كورونا زادت نسبة إصابة بالسكري 40% من اللي صار معهم دلتا صار معهم سكري قالوا أنه ممكن أنه يكون عم يهاجم البنكرياس مثل ما قلتي أنه يكون حتى بيعمل النوع الأول يعني ممكن أنه يصير يحتاج لأنسولين هذا المشكلة يلي هاي بينما مريض السكري إذا صار معه كورونا إن شاء الله بإذن الله ما بصير مشكلة إذا تتابع بشكل صحيح نعم يعني دكتورة يمكن تفاصيل جدا مهمة وهلأ كل اللي عم بتابعنا إن شاء الله يقدر يخزنا هيك ويستفيد منها أيضا خلينا نحكي يعني كثير من الأشخاص أحيانا مثل ما بيقولوا بتفلتها لدي الحمية الغذائية بيكون وضعها مستقر ولكن بهذه الفترة بيضل مستقر بعدها بيتفاقم الموضوع ويمكن يتحول لمقاطر تانية قديش مهم الحفاظ على سوية الغذاء يعني حتى مثلا لو سافر الشخص لو طلع لبرة لو نعزم خلينا نكون خلينا بس إنه نوضح قدي الحفاظ على السوية والتوازن هي لاستقرار جسمه طبعا هلأ المريض السكري أنا اللي بتفاجأ فيه إنه لسه ما في ثقافة عند كل العالم مو بس عنا هون أنا كنت برات البلد عند كل العالم ما في ثقافة إنه بيعتبروا إنه عايب يقولوا سكري يعني بروحوا على عزيمة لأ عايب رحت على عزيمة وضيفوني ضيفوني ضيفوني بيطلع على المشفى بيطلع على المشفى صدقا يعني بيطلع سكري وفوق الألف أحيانا وبيطلع على المشفى هدول النمط الثاني ما في عايب إنك تقولي أنا معي سكري وما باكل وكذا بالعكس يعني هاي الشغلة من رب العالمين يعني أحسن من غيره وقاله علاج أنا معي سكري لو سمحتوا مثلا سلطات كذا أنا اللي بختار غزائي هلأ إذا المريض اقتنع إنه هذا الغزاء ولا هاد اللايفستايل موديفكيشن لصحته كتير حلو هلأ في ناس عم تتبع الإقلاع عن السكر وما عنده سكري ليه لأنه السكر أساسا هو مضر فإذا المريض السكري بده يقتنع بها القصة إنه هاد حتى لو ما عندك سكر أفضلك إنه تعمل حمية متوازنة بعيدة عن السكر السكاكر البسيطة وتمشي بغزاء صحي وتشرب ماء كتير إلى آخر أكيد والأهم دائماً يمكن الرياضة دائماً نسمع أنه المشي هو أكثر ما حكينا عن رياضة الرياضة حسب الـ لازم عالمياً لازم يمشي على الأقل هاي أضعف الإيمان بنقول على الأقل مص ساعة يومياً لخمس يام بالأسبوع هذا على الأقل هذا على الأقل الأكثر أحسن هذا يومياً لأنه طبعاً لايفستايل موديفكيشن هو من شطرين التغذية والرياضة يجب على مريض السكري أنه يتحرك القعدة بالبيت طبعاً بتأذي كتير حتى لو بالبيت فيه كتير كبار بيقول لك أنا ما بقدر أطلع تمشي بالبيت أو يعمل رياضة اللي هي رياضة الفيزيائية العلاج الفيزيائي أي رياضة بالمنزل معلش ما في المشكلة دكتورة أسئلتنا ما خلصت بس ها كان وقتنا خلص نحنا كتير استمتعنا بوجودك معنا وأكيد حيكون لنا وقفات تاني مع الدكتورة ساوسان فيه أسئلة كتير حابة لنسألك شكراً لو وجودك معنا نورت شكراً لكم شكراً للأخبارية السورية وإن شاء الله يكونوا استفعوا بشوي شكراً لك دكتورة دائماً تعطينا معلومات مفيدة نتمنى دائماً السلامة والصحة لكل مرضى السكري نتمنى السلامة بهذا الوقات وحتى بكورونا شكراً لك يا هلا ماذا سهلا أهلا وسهلا تفضلي دكتورة أما هلا خليكي مرتاحة